السلام عليكم معكم علي أهلا وسلام بكم درسا جديد إذا كنتم المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء ليصلك كل يوم فيديو جديد نتكلم في هذا الفيديو عن استخدام question words إذن أسماء الاستفهام أو الكلمات الاستفهامية التي تستخدمها عند تشكيل السؤال من المهم جدا معرفة استخدامات أسماء الاستفهام أو أدوات الاستفهام في اللغة الإنجليزية كما نعلم في المحادثة أو الكتابة في المحادثة أكيد بيكون عندي أسئلة أستخدم فيها أسماء الاستفهام أو أدوات الاستفهام في هذا الدرس نتدرب على كيفية استخدام أدوات الاستفهام من خلال الجمل وكيفية استخدامها في الجملة الإنجليزية من خلال هذا التدريب السهل تابع معي نهاية الفيديو لدينا هذه الكلمات الاستفهامية what بمعنى ما أو ماذا who بمعنى من where أين how كيف what time في أي وقت how old تستخدم لسؤال عن العمر why لماذا تسأل أو نسأل بها عن السببية how many نسأل بها عن العدد كم عدد شيء معين نبدأ بأول جملة does he work لاحظ دائما السؤال يكون بهذا الطريقة بالأول يكون اسم الاستفهام أحد الكلمات الاستفهامية هذه بعدها يأتي الفعل مساعد نقول فعل مساعد لأن يساعدنا لتشكيل السؤال بعدها الفاعل وتكملة الجملة لاحظ كيف أعرف الكلمة المناسبة عن طريقة الإجابة لاحظ in a big company في شركة كبيرة لاحظ big هي صفة للشركة نلاحظ أنه الشركة مكان عنده إذن يجب أن نستخدم اسم الاستفهام يتعلق بالمكان ما هو برأيكم إذن where إذن استخدم where للسؤال عن مكان العمل إذن نقول where does he work أين يعمل إذا حتسألني أو أنا سألت أحد where does he work where does she work وهكذا أين تعمل أو أين يعمل in a big company في شركة كبيرة أو ممكن نجيب he works in a big company الجملة الثانية does he start work من خلال إجابة لاحظ at three في الساعة الثالثة إذن نسأل فيها عن وقت وقت حدوث الفعل دائما يكون عندنا الوقت نستخدم when أو نقول what time what time does he start work إذن نقول what time يعني في أي وقت يبدأ العمل at three إذن what time does he start work at three إذن للمكان نستخدم where للزمان نستخدم what time أو نقول when ممكن نستخدم when when does he start where متى يبدأ العمل number three الجملة الثالثة does he love الإجابة mary إذن mary إن فتاة اسمها mary عند إذن يحب ماذا نستخدم اسمها السفة who who does he love من يحب يحب mary إذن نستخدم نستخدم who من يحب ممكن نجيب he loves mary أو بشرتين أجيب mary who does he love mary الجملة الرابعة does he get to work يصل إلى العمل لاحظ الإجابة buy bus إذن عن طريق الباس أو بواسطة الباس أو بواسطة الحافلة buy بمعنى بواسطة إذن السؤال يكون ما هي الطريقة التي يصل بها إلى العمل إذن نستخدم how إذن نبدأ الجملة باسم الاستفام how how does he get to work كيف يصل إلى العمل buy buy bus أو يمكن نجيب he gets to work by bus جملة رقم خمسة five children does he have لاحظ four أربعة أو يمكن نقول four children يعني أربعة أولاد إذن نسأل بها عن عدد مع العدد نستخدم أو للسؤال عن العدد how many إذن نبدأ الجملة ب how many how many children does he have كم عدد الأولاد لديه الإجابة four children أو نقول he نحول have إلى has كما نعلم في فيديو سابق معه نستخدم has he has four children جملة رقم six إذن ستة does he work so hard يعمل بجد كبير لحظة الإجابة because بسبب أو لأن دائما أشوف because عند إذن أستخدم why إذن دائما معه because أستخدم why because he likes his job لأنه يحب عمله because he likes his job لأنه يحب عمله إذن نبدأ جملة ب why يعني لماذا هو يعمل بجد كبير because he likes his job لأنه يحب عمله جملة لقم seven are you لاحظ thirty one واحد وثلاثون نسأل عن العمر اسم الستفام سيكون دائما مع العمر how old إذن نقول how old are you كم عمرك نحفظ هذا سؤال هذا how old are you how old are you thirty one على حسب العمر twenty twenty one وهكذا سنتز number eight جملة رقم ثمانية does he have for lunch نعرف have يملك وأيضا تكلمنا بفيديو سابق have بمعنى يتناول أو يأكل يأكل على الغداء بعض السمك اسم الاستفام يكون what what does he have for lunch ماذا يتناول على الغداء some fish يتناول بعض السمك نحاول نقرأ الجول مع بعض where does he work أين يعمل in a big company في شركة كبيرة what time does he start work at three who does he love يعني من يحب mary how does he get to work كيف يصل للعمل by bus بالحافلة how many children does he have كم عبد الأولاد لديه four children إذن أربع أولاد why does he work so hard لماذا يعمل بجد كبير because he likes his job لأنه يحب عمله how old are you كم عمرك thirty one what does he have for lunch ماذا يتناول على الغداء some fish إذن السؤال دائما يكون أول اسم استفهام بالأول بعدين فعل مساعد فاعل وفعل دائما لاحظ اسم استفهام فعل مساعد فاعل وفعل اسم استفهام فعل مساعد فاعل وفعل جميعها إذن هذه صيغة السؤال دائما اسم الاستفهام الفعل مساعد الفاعل وفعل دائما نحفظ الصيغة هذه للفائدة نتدرب على هذه الجمل كتابة وأيضا أحاول ألفظهم وأجيب بهذا الطريقة أتدرب على كيفية تشكيل سؤال أيضا نحفظ اسم الاستفهام what بمعنى ماذا أو ما هو بمعنى من where بمعنى أين how بمعنى كيف what time بمعنى أي وقت how old بمعنى كم للعمر why لماذا how many للعدد إذن نحفظ أسماء الاستفهام هذه وإذن نتدرب على تشكيل السؤال دائما مع الممارسة والتدريب يكون عندنا تشكيل السؤال سهل أتمنى قدم شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع على الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة